سيدات سادة النواب جلسة الخميس القادم ستتضمن فقرة واحدة في جدوى الأعمال وهي انتخاب رئيس الجمهورية من جديد يعلن رئيس البرلمان موعد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إعلان اختتم أعمال جلسة أقر وقرأ فيها النواب وشريع قوانين من بينها التصويت على قرار نيابي بإنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبدالجبار من منصبه وزيرا للمالية وكالة إرجاء مناقشة موضوع الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل ومناقشة الوضع المائي الخطير الذي يعصف بالبلاد إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل قانون الشركات استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق إنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة اعلنوا جلسة مخصصة يوم الخميس لها ما لها من أهمية في توقيتها الزمني الذي يرافقه استمرار الخلاف الكردي الكردي على اتفاق ينهي أزمة مرشح منصب الرئيس لكنها تقرأ تحريكا أمميا للمياه الراكدة في بغداد بتحذير للسياسيين على لسان بلاس خارت ألا وقت أمامهم بعد أن صنعت خلافاتهم فجوة ثقة واحتقان في الشارع توقيت زمني آخر يقول السياسيون أنه حرك مكوك البرلمان بتحقيق قانونية النص الدستوري سبقه مقيل عن مهلة الإطار التنسقي للأطراف الكردية وهو ما نفاه الحزب الديمقراطي الكردستاني معتبرا المهلة اتهاما للكرد بتأخر تشكيل الحكومة الديمقراطي الكردستاني وضع الكرة في ملعب الإطار بإنهاء الخلافات والتي أكد أن جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء مرهونة بإنهاء خلافات البيت الشيعي الاتحاد الوطني بدوره فضل ذهاب الحزبين الكرديين بمرشحيهما إلى البرلمان وهو خيار قد تحمله تفاصيل جلسة الخميس المرتقبة خيار آخر يتمثل بضرورة اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح موحد فيما بينهما بعد تأخر أدخل سياسي العراق في عداد الوقت بدل الضائع فيما يرى مقربون من الحراك السياسي أن خيار الذهاب بمرشحين قد يكون السيناريو الأكثر حضورا في جلسة الخميس مع هذا فإن خطوة البرلمان هذه المرة بطلب 170 نائبا تحديد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وحراك الأمم المتحدة وفجوة اتسعت بفعل فقد الثقة بالطبقة السياسية من الشارع العراقي جميعها قد تدفع بحسم ورقة منصب الرئيس أي أن جلسة الخميس بيد نوابها إنهاء فصل يعتبر الأطول في تاريخ البلاد فصلا عمق فيه عنوان الانسداد والشلل السياسي الذي أنهى عامه الأول منذ انتخابات تشرين اشتركوا في القناة